السلام عليكم مشاهدين الكرام محببا بكم في قناة حلويات فاطمة اليوم ان شاء الله سوف نحضر معكم النوغة بالجنجلال وان شاء الله في الاخر الفيديو سوف ترى الطريقة كيفاش ننسق النوغة على صبري ونتمنى انكم تتابعوا معي الفيديو التل الاخير لأول مرة يزورني شارك في القناة ويفعل الجرس دائما يوصلكم الجديد سوف نحضر مع الطريقة والمقادير بسم الله على براكة الله مع المقونات لدينا 100 جرام الجنجلال لدينا معلقة العسل لدينا 50 جرام السبتة و50 جرام الجليكوز لدينا 50 جرام السكر السكر غلاسي او تساني لدينا 50 جرام السبتة سوف نضع الجرام الجليكوز ونضعه في الكسر النات لدينا 50 جرام السكر ونحرك الطريقة ونزيد عليهم جنجلال وغسلته وغسلته مهم وحمرته واحد شوية ونقيته فقط ونضعه ونزيد ونضعه البداء ونحضر المالي ونحضر البداء ونضعه ونضيفه 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 سوف نضيف العسل مع السكر نضيف العسل نضيف العسل نضيف العسل نضيف العسل نضيف العسل نضيف العسل غير كايدو بو او كنقبو ذات الجنجلان في دي الساعة كنديرو فلي مول ديع السيليكون قمت بو ايضا قمت بو ايضا قمت بو ايضا قمت بو ايضا لبعد ينزول ومن فوق النار ونكفو علي اسنشل قمت بو ايضا كل شي ندامج لبعد ينزول قمت بو ايضا قمت بو ايضا قمت بو ايضا ونضغطوا على قطب المول و نضيف فران و نجعلها تشكف المهم سوف نضيف للمون نضيف قليلا نضيف قليلا نضيف قليلا و نضيف جميل و نقوم بوضع قليلا بعد ان تبدأ من هنا نضيف طوال و نضيف فران و نقوم بوضع و نضيف فران و نضيف فران و نضيف تكتر و نكون جميلة المهمة وماءها المنع المرتوء عندما ندخل الفران اضغطه قليلا لن تخشل البراء عندما ندخل الفران تحرارة قليلة لن تحرق و ترقب الفران سواء القز او الضوض ندخل الفران لن تخرج على هذا الشكل تحرير تحمرات سوف نحضرها من المول لكي نحضرها في الخراء إذا جاءتها بردة تطلقها مع تحركتها تسخن ودق السعاعة تكببها فتطلقها في المول المهمة هي تجعلها تشكلها تطابط وما تجعلها تتحرق غير مهمة تتأسموا تطبخ شوية في الفران سوف تطيدوها لكي لا تقصح لكم الى التحرقات سوف تقصح هذه تباركة جزوينة في هذا اللون سوف نحضرها لكي ندخلوا مرة فران إن شاء الله ها هو المول عمرته مرة أخرى ودخلته الفران ثاني يختران مهمة تطلق المولات كتتحرج هذا الخلطة اللي زلت مهم كما قلت لكم بابا غادي نخوي ونعمره ثاني تطلق وإن شاء الله نزينو بيه الصبلي مهم أنه قديرنا قدير لها تشكل كالشيزوينة نزينو بيه الصبلي ولا مهم نديرو بيه عدة حلويات وبعد نحيد هادو نديرو نعمر المول آخر مهم هذا هو التزيين الشهوين باللغة بدل جينجلين مهم تزيين بسيط ماشي شي حاجة لنحاول نجيب لمشاهدين الكرام شي حاجة بسيطة حاجة بيه ما تكلفش مهم كنزين بسيطة عادي ضاير ان شاء الله سوف نزل لكم الرابط في صندوق الوصف الطريقة وكيف نقدمه كان هناك شوكولات بيض فوق الصبري ونسق عليها النوغة بهذا الشكل يجي زبين الشكل المادة زبين مقرمش يجي رائع كما قلت لكم تزيين كل واحد كيزين الصبري ولكل واحد المهم كي يدير بالنسبة لهذا الفيديو بغيت نبريكم غير طريقات ديال النوغة ديال الجنجدان كيفاش ندير لها ولي بغيت زين الصبري كفكرة المهم باش تكون عندكم فكرة هذا هو الشكل اللي هاي ديال النوغة ديال الجنجلان ودي تزيين ديال الصبري مهم كي يجي الصبري على هاد الشكل كنسق معها النوغة ديال الجنجلان كي يجي رائع في الماداق ومقرمش وبصحة حاول راحة وما تنسوش اللعج لكم الفيديو تديروا لايك وتبرتجوا مع الاصدقاء ديالكم وشكرا لكم على خسن مدابعة وإلى اللقاء في الفيديو القديم إن شاء الله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله